بعد حفل بسيط ورائع من الاخوة في الجزائر لبطولة كأس الامم الافريقية لللاعبين المحليين او كما يطلق عليها الشان يفوز المنتخب الجزائري المحلي على الشقيقو المنتخب الليبي واحد مقابل شيء في افتتاحية مباريات كأس الامم الافريقية لللاعبين المحليين حفل الافتتاح النهاردة حضروا يعني كبار الشخصيات في كرة القدم رئيس الفيفا امفنتينو ورئيس الكاف متسبي ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكثير من النجوم او نجوم كرة القدم الافريقية كانوا متواجدين في حفل الافتتاح الحفل كان بسيط جدا وبيعبر على الثقافات المختلفة في الولايات الجزائرية ويعبر عن العادات والتقاليد الجزائرية شفنا من جميع الولايات نبزة بسيطة والنهاردة استمتع الجمهور في ارضية الملعب بهذا الحفل الرائع وهذا الحفل البسيط طبعا الجمهور كان حاضر بقوة وكان بيشجع بقوة وهو كان يعني يعتبر فكهة المباراة الحضور الجماهيري واستمتعت الجماهير بهذا الحفل وهذه المباراة الافتتاحية لبطولة الشان كأس الامم الافريقية لللاعبين المحليين النهاردة مباراة الجزائر وليبيا دائما ما تشهد الدربيات ان تكون المباراة صعبة خاصة لما يكون دربي عربي زي مصر المغرب الجزائر ليبيا تونس دائما مباراةهم بتكون معقدة دائما بتكون شحيحة الفرص شحيحة الكرات الخطيرة على المرمى استطاع المنتخب الجزائري الفوز بواحد صفر ضربة جزاء النهاردة ويحقق اول سلاس نقاط ولكن تحية كبيرة للمنتخب الليبي اللي عمل مباراة قوية جدا 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 امام المنتخب الجزائري صاحب الارض وصاحب الجمهور النهاردة ملعب نيلسون مندلة كان يعني بصراحة تحفة معمارية او تحفة انشائية يعني انشائتها الجزائر خصيصا لبطولة الشان وبعد كده طبعا هيكون موجود في البطولات اللي جاية بصراحة ملعب تحفة منظر الملعب من فوق لما الطائرة طلعت فوق وبتبص على الملعب حاجة جميلة جدا 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 مبروك للاخوة في الجزائر على افتتاح هذا الملعب الكبير اللي كان مسمى بملعب براقي دلوقتي بقى اسمه ملعب نيلسون مندلة وشوفنا حفيد نيلسون مندلة كان في ارضية الملعب وعمل يعني خطاب او عمل رسالة في ارضية الملعب وتفاعل معه الجمهور بشدة ايضا شوفنا النهاردة الجماهير الجزائرية بالاعلام الجزائرية كانت تملأ الملعب وكانت يعني بصراحة فكهة للمباراة وحفل الافتتاح النهاردة مبروك لمنتخب الجزائر الفوز في اول مباراة مبروك للجزائر يعني نجاح حفل الافتتاح وكان على ما يرام والامور تمام على ما يرام ايضا بنقول هاردلك للمنتخب الليبي ونتمنى له التوفيق وكل المنتخبات العربية المشاركة في بطولة الشان كأس الامم الافريقية لليعابين المحليين هنتابع مع بعض كل النتائج وكل الاحداث اللي هتحصل في هذه البطولة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته